بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم نظري الدو ذات المبادئ الستة وكما هو واضح من عنوان المحاضرة تحتوي نظري الدو على ستة مبادئ أساسية هي واحد أن المتوسطات تأخذ في الحزبان كل شيء يتعلق بالسوق اثنين أن السوق له ثلاث اتجاهات ثلاثة الاتجاه الرئيسي ينقسم إلى ثلاث مراحل أربعة ضرورة أن تعزز المتوسطات بعضها البعض خمسة حجم التداول يجب أن يعزز اتجاه الأسعار ستة يفترض أن تواصل الأسعار سيرها في نفس الاتجاه السائد هذه هي المبادئ الست التي بنيت عليها نظري الدو وعلى أساس هذه المبادئ تم فيما بعد من خلال تلاميذه وضع مؤشر داو جونز الشهير لبورسة نيويورك الأوراق المالية NYSE وسنوالي شرح كل مبدأ من هذه المبادئ بشيء من التفصيل المبدأ الأول أن المتوسطات تأخذ في الحزبان كل شيء يتعلق بالسوق وبناء على هذا المبدأ فإن سعر السوق يتحدد نتيجة تفاعلات قوى العرض والطلب حيث تقوم المتوسطات بخصم كل العوامل التي تؤثر في العرض والطلب وذلك على اعتبار أن المتوسط ما هو إلا مؤشر عددي يقاس به ومن خلاله التغيرات التي تحدث للأسعار في الأسواق المالية ويعبر عن هذا المتوسط كنسبة مأوية للتغير في الأسعار في يوم معين مقارنة بقيمته في فترة الأساس الذي بدأ به السعر أو بنقطة البدء الذي انطلق منها هذا السعر حيث يقيس المؤشر تحركت أسعار الأسهم لمجموعة من أهم وأكبر الشركات ارتفاعا وانخفاضا الأمر الذي يعكس السوق واتجاهه ومن ثم جاءت تسميت المؤشر باسم مؤشر دوجونز على اعتبار أن أسعار الأسهم لهذه الشركات العملاقة هي المعيار أو المقياس الذي يقاس عليه باقي الشركات لأن البرصات العالمية يحدث بينها نوع من التأثير والتأثر سواء بالسلب أو الإيجاب المبدأ الثاني من مبادئ نظري الده وهو أن السوق له فلاس اتجاهات الاتجاه الأول اتجاه رئيسي أو أولي ماجور أو برايماري تريند وتكون مدته سنة أو أكثر الاتجاه الثاني اتجاه متوسط انترميد ايري تريند وهذا الاتجاه مدته تتراوح بين فلاسة أسابيع وفلاسة أشهر وهو يمثل حركة تصحيحية تتراجع فيها الأسعار من ثلث إلى سلسي المسافة التي قطعتها من قبل في اتجاهها الرئيسي الأول أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه ثانوي سكندر تريند وهو عبارة عن ردود أفعال قصيرة المدى والمدة ويكون عادة أقل من 20 يوما وهو ما يشبه المد والجزر والمواجه تصغير موجه على التوالي تايد ويف اند ريبل المبدأ الثالث من مبادئ نظريت ده وهو أن الاتجاه الرئيسي ينقفم إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التجميع وهي الفترة التي يقوم فيها بالشراء مجموعة قليلة من المستثمرين المتميزين بعيد النظر أصحاب الحس الاستثماري السليم وهم ما يطلق عليهم بصناع السوق حيث يقومون بعمليات الشراء في سوق يسوده جو عام استثماري متشائم نتيجة انتشار الأخبار الاقتصادية الكائبة التي لا تشجع على عمليات الشراء لكنهم ولأنهم بعيد النظر وذوي حس استثماري سليم ومنظم ودقيق ويعي تماما حركة السوق يقومون بعمليات الشراء في ظل هذه الأجواء الكائبة وغير المشجعة لذلك تسمى هذه المرحلة مرحلة التجميع حيث يقوم صناع السوق بتجميع وتخزين أكبر عدد ممكن من الأسهم المرحلة التالية من المبدأ الثالث فيها يبدأ السوق بكسب ثقة المزيد من المتعاملين فيه وحدوث ما يشبه الانفراجة مما يؤدي إلى اكتذاب مستثمرين جدد نتيجة لارتفاع الأسعار المتواصل الشيء الذي يدعم ويقوي ويؤكد الاتجاه الصاعد المرحلة الثالثة هي مرحلة التوزيع وفيها يبدأ خروج مستثمر مرحلة التجميع من السوق بعد أن أدوا دورهم فيخرجوا من السوق مستغلين فرصة دخول جمهور عريض طامع في تحقيق فروا سريعة وسط أنباء عن تحسن الوضع الاقتصادي العام وشيوع جو استثماري شديد التفاؤل المبدأ الرابع من المبادئ التي بنيت عليها نظريت داوهو ضرورة أن تعزز المتوسطات بعضها البعض بمعنى أنه يجب أن تشير هذه المتوسطات إلى نفس الاتجاه وتتجه نحو نفس الهدف فمثلا ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي يجب أن يكون مصاحبا بارتفاع في مؤشر داو جونز للنقل وهذا أمر منطقي يؤكده التحليل الاقتصادي السليم على اعتبار أن زيادة المنتجات في المصانع تستدعي زيادة حركة النقل لتوصلها إلى المستهلكين وخلال ذلك معناه أن يصبح ما تنتجه المصانع بضاعة راكدة مكدسة بالمخازن ويعتبر داو هو أول من تطرق إلى موضوع التعزيز أي تطابق وجهات نظر مؤشريني أو أكثر وهو أول من تطرق إلى موضوع الانحراف أي تناقض المؤشرات وافترقها في ناحيتين مختلفتين أو بعبارة أكثر سهولة فإن داو هو أول من تنبه إلى موضوع اتفاق واختلاف المؤشرات المبدأ الخامس من مبادئ نظريت داو هو أن حجم التداول يجب أن يعزز اتجاه الأسعار بمعنى أن الحجم يجب أن يزداد مع مضي الأسعار في اتجاهها الرئيسي وفي الواقع هذه الملاحظة تتفق مع المنطق الاقتصادي السليم فالأسعار تحتاج إلى قوة دفع لكي تتحرك إلى اتجاه معين وعلى هذا الأساس فإن حجم التداول بوليوم هو القوة المحركة للأسعار وبينهما تناسب طردي فكلما زادت حجم التداول كلما زادت قوة دفع الأسعار في الاتجاه الرئيسي فإذا كان الاتجاه الرئيسي للأسعار في صعود فإن ارتفاع الأسعار عادة ما يكون مصحوبا بزيادة في حجم التداول أما هبوط السعر فيكون بحجم تداول صغير والعكس يحدث في حالة كون الاتجاه الرئيسي للأسعار هابطا فإن انخفاض الأسعار يحدث مع زيادة في حجم التداول وأي حركة تصحيحية لأعلى يكون حجمها ضئيلا وعلى الرغم من أن حجم التداول مؤشر مهم جدا إلا أنه يظل مؤشرا فانويا بمعنى الاهتمام الأساسي للمحلل الفني يجب أن ينصب في المقام الأول على حركة الأسعار نفسها أي على السلوك السعري للأسعار أو ما يعرف بالبرايس أكشن المبدأ السادس والأخير من مبادئ نظري الدو هو أنه وكما يقول دو يفترض أن تواصل الأسعار سيرها في نفس الاتجاه السائد حتى تظهر إشارات محددة تعلن وتنبئ بناكاس مصاري الأسعار فمصاري الأسعار لا يتغير بدون سبب بدون سبب قوي قادر على تعديله وتحويله إلى اتجاه آخر وذلك طبقا للقانون الإنوية الذي يصف به الحركة والذي نصه يظل كل جسم على حالته من حيث السكون أو السرعة المنتظمة في خط مستقيم ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي والأسعار تظل في نفس الترند الذي تسير عليه ما لم تقابل أي مؤثر خارجي أي نوع من أنواع القوى مثل المقاومات أو غيرها تؤدي إلى تغيير خركتها وتغيير اتجاهها إلى الاتجاه المضاد وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحيات أستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحسنا فيه على وجوب التوكل على الله حق التوكل قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة